هل في جار سوق وجار خير؟ أكيد إيه هو جار السوق وإيه هو جار خير؟ قبل معرفهم بس حدخل المدخل قد يكون عجيباً وغريباً شوية حضرتك أشارتي للأنا عيشته قابلك نتبادل اللقمة كل حاجة عندنا إجران جزء من الأسرة يعني كده أنا شايفيه سبب جوهاري الاختفاء الشكل ده قبل ما نعرف ده وده السبب ده أن الناس مقبلة على الجيرة وفي نفسها حشد من المعلومات السيئة عن الجيرات يعني لو حنودي عروساً إنساني نقول أسرة جديدة لجوار جديد ما بنحشيها ملكش دعوة بالجيران ما تختلطيش بحد الناس كلها سووا الجيران ما عادوش زي الأول كل حاجة ما عادتش زي أبوك و أمك أو جدك و جدتك أنت عارف أجران عملوا فينا إيه و يحشوها قصص تنفير و نفور من التعامل لأدنى درجات التعامل مع الجار أنا شايف بقى بما أن احنا اتشغلنا و كلمنا على الخطاب الديني و مهتمين به يعني أن المفروض الناس تبقى منطلقة للجيرة قديمة أو جديدة و منطلق ديني أن فيه خطاب ديني مالوش دعوة برمضان جانب و فيه خطاب ديني مالوش دعوة بالترويح و فيه خطاب ديني مالوش دعوة بالشعائر نهائي و عايز أقول لك كلمة برضو جامعة مانعة أن كل علماء المسلمين على أن العبادات في هذا الدين ما شرعت إلا لتهديب السلوك والتعامل الكلمة دي أنا عندي تسوي كم تليليون لحيانا أنا بصلي عشان بقى كويس أفطر صلاة مع كل الناس بصوم لعلكم تتقون بحج لعلكم تتقون بقدي الزكاة عشان الناس تحبيني و أحبها و محدش من اللي يحسدني أنا يلي مالي بلغ نصاب الزكاة فالمفروض الناس تبقى داخلة بحجة ديني إن الجار دين إن معاملته دين إن معاملة غيره دين كبيرة قوي دي معاملة الجار دين أما ليه وعبودوا الله أدي أول طب ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانة والجار أدي نمر الثلاثة فين ترتيب الجرام بالنسبة للشريعة فندم سيرد نمر الثلاثة فندم بعد ربك والوالدين جرانك وجرانك مين؟ بدرجاتهم الثلاثة اللي ربنا ما قالهمش في الدنيا قالهم في القرآن وفي الآية دي ما صورت النساء على إيدك اللي مين؟ بعد ثلاثة سطرين ونص وعبودوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانة والجار دي القربة والجار الجنوب والصاحب بالجنب جاره تاني زميلك حتى جارك في الشوق ده دين؟ ده دين؟ بس الناس عارفاني ده مش دين لا ده دين لا أنا أول مرة أخذ دولي من الترتيب الأهمية أشبت أفهم تمام كده